عزيز المشاهد! تعرف ايه عن المنطق؟ اقفل بؤك! تعرف ايه عن المنطق؟ اعرف انه كويس! يا ابني لا كويس ولا وحش! انت تعرف ايه عن المنطق؟ ما هو المنطق؟ اعرف ان لما وحد يضرب شخص على اطماغه يوقع ما يحطش منطق! المنطق هو العلم اللي بيدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح أو هو آلة قانونية تعصم مراعطها الذهن من الوقوع في الخطأ في الفكر لينها كالدوستيز؟ احنا هنقلبها امتحانات قدبي؟ فينك تلعب طغير؟ وهو انت شفت معايا ان المحتل وأساليبه وأعداء الأمة وتاتباتهم بيعتمدوا على خداع أبناء الأمة بيضللوا الشعوب بوسائل عشان يسيطروا على عقولهم وتفكيرهم زي ما شفت تلخيص كتاب سيكولوجيت الجماهير والأمير وعقدة الصدمة كلها كتب بتشتغل على السيطرة على عقل الناس وبيعتمدوا على الإعلام في صب مغالطات فكرية وواقعية في دماغ الناس يا عزيزي هو في خطأ في النفوخ أكتر من أنهم يقنعوا الناس أن ارتفاع الأسعار وإفكارهم وسرقة قوتهم وقوت عيالهم بيصب في مصلحتهم ما تبصش دلوقتي لحد وقت مش بعيد كان أجلب الملعوب لما يواجزة في عقولهم بيصدقوا وبيرقصوا ولا زال بعضهم موجود منقرتش مش بس أصحاب مصالح لكن ما عندهمش ترس اسم المنطق بلاتنت المنطق لسعة منهم وعشان احنا باللخص كتب مهمة لإحياء الأمة هيكون معنا أكتر من وقفة مع كتب المنطق يا عزيزي والليه اللي جاب لكم كتاب المغالطات المنطقية لعادل مصطفى الكتاب 274 صفحة فيه 30 مغالطة متقسمين على 30 فصل الكتاب ممتع جدا وهناخد أشهر هذه المغالطات وخد بالك هي مغالطات منطقية يعني شكلها المنطقي صح لكن بيقع فيها ناس كتير وده يفصل لك ليه بصماجي أو جاهل أو دكتور أو بيع خضار أو مهندس ممكن يرقص أو يعبد بقرة أو يتبارك بفار أو يحكم حمار لكن بما إنك ممكن تعتقد إن المنطق مش مهم خليني في مقدمة صغيرة أوضح لك يعني إيه مغالطة منطقية واللي بتكون المقدمات واضحة وسليمة لكن عملية الاستنتاج هي اللي فيها مشكلة مثال كل المعادن تتمدد بالحرارة الحديد معدن يبقى النتيجة الحديد بيتمدد بالحرارة دي نتيجة صحيحة واستنتاج صحيحة ده أبسط صورة للقضايا المنطقية لكن شوف المغالطة المنطقية هتيجي إزاي من المثال التاني ده المقاتل الشجاع يعمل في الجيش المقدم أحمد سامي يعمل في الجيش يبقى النتيجة إن المقدم أحمد سامي مقاتل شجاع وهنا المغالطة المنطقية لإن المقدم مقاتل أحمد سامي عمره مقاتل ولا ضربهم برمضان حتى حتى سمعوا بنفسك بيقول إيه المقدم بيقاتل الجنباري شوفت المغالطة المنطقية يعني المقدمات صحيحة والنتيجة ظاهريا صحيحة ومع ذلك القطأ في النتيجة اللي بتلزم عنها مع إن تركبها يبدو صحيح والتكرار بيقولوا بيعلم الشطار المثال التاني كل من يصل لمناصب عليا في الدولة رجل وطني شريف كامل أمين سابت وصل لمناصب عليا في الدولة إذن كامل أمين سابت رجل وطني هو فعلا كان مرشح لمناصب نائب وزير الدفاع في سوريا كامل أمين سابت هو الجاسوس الإسرائيلي إلي شاول كوهين اتزبط لورق وصل لمنصب كبير كنت عملت لك حلقة اسمها جاسوس ووصل لرئاسة الجمهورية يا ريت تشوفها يا عزيز عزيزي المشاهد للأسف ونتيجة أسليب مقصودة وممنهجة أصبح شباب كتير في بلدنا ما عندهاش القدرات العقلية البسيطة على الاستنتاج السليم أو إنها تخرج بنتيجة من مقدمتين بسيطتين ولا عندها مهارات تفكير أو قدرات عقلية من أساسه عشان كده هتاخد بالك من المغالطات المنطقية دي وانت بتفكر في أحوالك وأحوال بلدك وأحوال أمتك عشان محدش قاري كتاب الأمير يختعك ولا يخدر عقلك بسيكولوجيت الجماهير أو بخطاب عاطفي ديني يثبتك زي ما شفت في شيك البطاريخ عاوزك مسحصح لأن زي ما قلنا في تعريف المنطق إنه أداة أو وسيلة بتحمي تفكيرك تحمي ذهنك اللي ربنا ميزك به وانخش في الموضوع من أشهر المغالطات المنطقية في الكتاب التعميم المتسرع وهو إنك تعتقد إن طالما جزء صحيح يبقى الكل صحيح زي كل الملتحين متشددين كل الإبراليين منحلين أخلاقيا كل الإخوان كل الصوار كل البنات كل الأباء كل كلية التجارة كل الجيش كل المسيحيين وبتاخد التعميم ده إنك تعملت مع واحد أو عشرة أو مية أو حتى ألف ليهم نفس السمات فبتقول الكل التعميم له قواعد إحصائية ودرجة ثقة عشان تقدر تعمل عشان كده لما تسمع نفسك أو تسمع حد بيقول كلمة كل لازم تعمل عندك جرس في دماجك إن كلام الحد ده محتاج مراجعة وإنه احتمال كبير جواه مغلطة منطقية خصوصا إن المستمع ممكن يقع فيها كخطأ في التفكير لكن المتحدث ممكن يكون مش قصده وممكن يكون بيستجدمك نوع من التثبيت أو التخذير أو المصادر على تفكيرك يا عزيزي أكدت جميع البحوث سي كلمة أجمع العلماء أجمع أهل العلم على أنه كذا وأغلب اللي سمعته عن أجمع وأكده واكتمع غير دقيق لإن كلام محتاج حصر لكل البحوث وكل العلماء وكل أهل العلم ولا يستسنى منهم أحد أصول علم الإحصاء بتقول شروط للتعميم زي العينة الممثلة في البحوث الاجتماعية ودي بتطبق اختبارات على العينة صغيرة وتقول إنها شبه الكل ده في البحوث الاجتماعية لكن لما تقول العلماء والبحوث والدرسات يعني لازم تكلمني هم كام أصلا في الوقت أو الزمن ده والكام ده بقى يكون كله الكلام واحد واجتمع على رأيه واحد ووقتها تقدر تقول أجمع وأجتمع وأكدت كل وطبعا لما تجيب لي المتحدث عالم أو بحث العكس اللي بيقوله ده وتيقولك يا راضي وهو ده عالم برضه وهو ده بحث هي دي دراسة مع إنه هيستجدل نفس العالم أو البحثية أو الدراسة دي في كليات تانية ويقولك كل وأكدت وأجمع العلماء بنسميه هنا يا عزيزي التفكير انتقائي بناء اللي عايز ياخده عشان يزبط دي وجهة نظر معين واخد بالك المغالطات المنطقية مش بس بتوقعك في أخطاء التفكير في السياسة وأحوال الأمة لا دي كمان ممكن تسبب لك وللي حواليك بعض الأمراض أو الاضطرابات النفسية زي كل الرجالة خينين تعمين بالتأكيد مفيش حب صادق تعمين بالنفي عشان كتلك زنبة من حنان وقف الخلق ومسلا كل الناس بتكرهني وورا كل المثال من دول كلاكيع نفسية قد الجبل هتحمي نفسك منها لما تقدر تربط كلمة كل أو أجمع أو جميع أو أكده كل بجرس في ذهنك يوقفك للمراجعة الشعب كله بيغلي الناس كلها طهقانة الشعب كله نزل يوم الجمعة فرج خلي بالك المغالطة التانية من المغالطات المنطقية هي الاحتكام إلى الجهل يعني بدل ما تقدمي الدليل والبرهان يبقى برهانك ودليلك إني مفيش برهان مفيش دليل يثبت ان الكتاب ده مش متشال جواه ورقة بمئة دولار إذن الكتاب جواه ورقة بمئة دولار ودور يا عم بقى جواه الكتاب مفيش دليل ينفي ان انت مش خاين وعميل يبقى انت خاين وعميل مفيش دليل بيقول ان انت مش شيوعي يبقى انت شيوعي وكذا الخطأ التالت هو الشخصنة انت مين انت عشان تقول رأيك في الموضوع ده تدارس اللي بتقوله دارس الكلام اللي بتقوله ده وتسيب الحجة أو النقدة أو القضية وتركز على الشخص نفسه ده ابن خالته حرامه ده بيقولك محمود الكهربائي ماشي مع اقوس ده راجل ده بلا كهربائي ولا عمر افهم حاجة في الكهرباء رأيك ايه انت اللي بتقوله في البلد يا ابن بارح انت طب انجح في كليتك الاول خليني ساكت اسكوتيال ثاني او لما يكون فيه فنان معارض سياسي يقولك مش ده اللي عمل دور خاين في فيلم الطريق الى الات او عالم له مسألة مخالف يقولك مش ده صح فتوة كذا يمسك الشخص تفاصيل اكتر عن الشخصانة كانت في مقال كيف تنفر من الاسلام المغلطة الرابعة لاحتكام الى القديم طالما الحاجة كانت زمان وبيعملوها تبقى صح ده الموضوع ده من ايام جدود الجدود احنا طلعنا لقينا كده انا وجدنا ابا انا كدلك يفعلونه ده الموضوع ده من ايام سيدنا سليمان واكتصوصا لو كان القديم جميل او لحنين او الطباط عطفي او مرتبط بجزء ديني يا ريت تلاجع كتاب مشكلة الافكار في العالم الاسلامي للمفكر الاسلامي مالك بالنبي انا لك خصته لك يا عزيزي المغلطة الخامسة الشخص اللازي دي بنت خالت نقطة خطأ التعميم بس هنا بيشرحها لك ازاي بتقع في المغلطة دي وهي انك تحتكم لتجربة شخص معين في الموضوع ده كدليل على صحة القضية او الموضوع اللي انت بتنقش ومثلا انت عارف ان التلخين بيجيب سرطان بس عم ماجد جاركم متى هو عنده تمانين سنة وهو بيدخ يبقى تلخين ما بيجيبش سرطان تجربة شخصية ليك او لحد تعرفها المغلطة السادسة هي غلطة المقامر ونرجع تاني لعلم الاحصائي العزيزي والغلطة دي ان صاحبها مش فاهم كويس نظرية الاحتمالات والكتاب بيضرب لك مثال بلعبة ملك ولا كتابة او صورة ولا كتابة احتمال انها تكون صورة او كتابة هو خمسين في المية في كل تجربة ومش معنى انها جات مرتين كتابة يبقى اكيد التالتة هتبقى صورة او ملك علم الاحصاء بيقولك ان كل مرة نسبة الاحتمال هتفضل خمسين في المية زي ما هي مهما تكرر ظهور الكتابة ولو حتى سبعين مرة الخطأ السابع المظهر فوق الجوهر ان من البيان لا سحرة واخوافه ما اقافه على امتي كل منافق عليم اللسان يعني بما انه واثق من كلامه وعرض منظم كده وشكله حبوب يبقى الراجل ده صح شوف الناس اللي بتحضر له قد ايه وانت هتعرف انه هو صح دي قناتها عليها متابعين بالملايين يبقى كلامها مظبوط ده مش في جناسته ناس قد كده تسد احنا كنا ظلمينه او مش في جناسته عدد قليل قوي عرفت بقى انه نصب ده ممحون او عاطفي قوي وفي كلامه يبقى صادق صادق قوي صادق قوي ده لابس بدلة عسكرية يعني عنده معلومات لا يمكن يكون بيهبط او ده لابس غطرة صعودي ومربي دانه يبقى ده علم في الدين وده اسلومه في الكلام وحمسته تخلي جسمك ياشعر كده وانت بتشوفه وانت بتسمعه يبقى كلامه مظبوط واخرب بيك يا عزيزي فاصل عشان اخاف في جو حصة المنطق دي ووريك فاصل تمثيلي توضيحي من شيخ البطاريخ نرجع بعدها للكتابة مرت ذات يوم النسيبة الحسيبة الأصمغية بنت جياد السحلي مرت على قوم وقد اجتمعوا على وليمة من لحم وطير وابل وغنم وفواكه وقد زينوا بذهب وياقوت فقالوا لها يا بنت جياد ألا ذقت من طيبنا فاززينت بحلينا وتطيبت بدنيانا ورأيت ما نحن فيه من متاع الدنيا فبكت فبكت وقالت ما لي ودنياكم وقد أهمني ثلاثة يا رب الثلاثة قالت قد أهمني أجلي وعمري وما أنا ذاية وما فاعمة فيه قد أهمتني ذنوبي وما أدري ما ألاقيه فالزهدو يا حبيب الزهدو يا حبيب هو مرقة القلوب وتركوا الدنيا راح وإيه التالتة ما أقول أنا التالتة دي حضرتك قلت تلت حاجات بس قلت اتنين بس تاه ما لك مركز معاك دليل يا جريب على فكرة ما فيش واحد أسماء الأصمغية بنت جياد بس نجا تقصرتك ما فيش ما تخليش اللبس أو الأسلوب يلوحك ركز في المنطق الكلام واسأل مش عيب وقارن وتفكر تفكروا تدبروا استقدم نعمة العقل وحميه بالمنطق اللي يحميك من المغالطات المنطقية المغالطة المنطقية التامنة هي مهاجمة رجل القش المثال بتاع انك مش قادر على الحمار تقدر على البردعة مش قادر على خصم فتجيب صورة لي أو مجسم من القش وتطرحه أرضك مثلا مش قادر انك ترد على فلان بالحجة والمنطق فتقول انه بيدعي فلان ده حاجة تانية خالص وتمسك الحاجة التانية دي تقعد تفندها وتبين انتصارك عليها طب ما هي بينا هي انها نصب يعني مغالطة منطقية ازاي بقى؟ وانا شعقولا لكده بحاجة زي كده يعني؟ وانا قلتلك في سياق الزي والاسلوب هتحس ان المتحدث او نجمك المفضل افهم الخصم وقدم الحجة فعلاً بس مش هتسمع او تقرأ للمخالف ده لانه غربي او كافر او رواي بيضة او علماني او شرير او وحش وبعدين اسمع ليه؟ موانا عرفت حجته وشفت تفندها هو وده نوع من عدم الامانة في المتحدث او هو بصراحة خيانة بقصد او بدون قصد زي حال المتحدث يمسك الجزء الاضعف في النظرية او الحجة ويفندها ويفهمها ويفهمك انه كده فند النظرية كلها عشان كده ما يمنعكش سماع نقد النظرية من الاطلاع عن النظرية نفسها يا عزيزي واخد بالك يا عزيزي بعض المتحدثين ممكن يجمع اكتر من مغلطة ويشق جمجمتك ويحط اللي هو عاوزه سواء بقصد او بدون قصد صح صح المغلطة التاسعة الاحتكام للشعبية كل الناس بتستخدم الزيت الفلاني يبقى صحي كله بيقول ان فلان كويس يبقى كويس كلهوا على السوشال ميديا بيقولوا ان الناس راضية تبقى الناس راضية او كله على تويتر بيتكلم ان فيه ثورة يبقى اكيد فيه ثورة الناس في الشارع بتجلي وجاي بقى اخرى تخنقت يا جبعة يبقى اكيد هتحركوا المحل ده عليه زحمة العالم ده كله بيحضر له ما كله بيعمل كذا ما تبقاش ام معه ومعه يا عزيزي مش بس عشان شخصيتك عشان عقلك والمنطق المغلطة العشرة هي الاحراج الزائف يا بيض يا سود يا معانا يا ضدنا يا مع رأيي اللي هو الرأي الديني او كافر والعزو بالله مثال هل انت مع التحركات الاقتصادية للسيد الرئيس ولا انت اخوان الجيش في الاقتصاد ولا انت من اياهم ارهابي هل انت مع ان الارض موسطحة ولا تبع نزلات الغرب الكافرة انها كرة يعني مستديرة وكده وناس اللي بتخدعنا وهنستفيد يا عزيزي في النقطة دي اكتر لما هنروح لكتب بتشرح انواع واشكال التفكير والتخدير واللي منها التفكير الاحادي او الجامد عزيزي المشاهد دول تقريبا تلت المغالطات المنطقية الشهيرة اللي بيعرضها الكتاب وهسيب لك الباقي تيه از از فيه لان الملخص لا يغنى عن القراءة خصوصا لما يكون الكتاب صغير ومعروض بتبسيط زي كتاب الحلقة ولا هسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو على قناتي على اليوتيوب ما تنساش الاشتراك في القناة وتدعو اصحابك الاشتراك ونشر الفيديو عشان يوصل التلخيص للجميع ويوصل صوتنا الاكبر عدد ممكن يتحرك بهمة لانقاذ الامة ولو عاوز تفصيل وتدريب اكتر يبقى طبعا محتاج تقابلني على القهوة يا عزيزي عزيزي المشاهد يا ابو الافهام حالي سلام